مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان لماذا رفض اللاعب ميسي طلب عمر أديف في اللقاء التلفزيوني أن يقول عبارة I love Egypt رغم أنه خد على قلبه فلوس أد كده بينما الممثلة الأمريكية لينديسي لوهان بعد أن قابلت الرئيس المسلم أردوغان خرجت من عنده تقول I love Turkey رغم أنه لم يطلب منها أن تقول ذلك ولا أعطاها ولا مليم الإجابة نجدها عند العلامة الأسد المجاهد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والشيخ حازم وغاته استشهد بآيات من القرآن الكريم تفسر موقف ميسي وموقف لينديسي لوهان وسنعرض كل هذه الآيات من القرآن الكريم لأن هذه المسألة مهمة لكل مسلم لأن بكتشف وأنا أسمع الشيخ حازم أننا لم نفهم القرآن وهذا سبب فشلنا في حياتنا وسبب الانقلاب العسكر رئيس مرسي أن قيادات الإخوان المسلمين غالبيتهم لا يفهمون الإسلام الفهم الصحيح غالبيتنا وأنا واحد من الناس أكتشف كل يوم أنني لم أكن أفهم الإسلام الفهم الصحيح لما تسمع للشيخ حازم وهو يحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعوكم نسمعها تكتشف أن إيه ده؟ دهنا ما نعرفش حاجة عن الإسلام بما فيها المشيخ اللي مربيها دقوه غالبيتهم حاجة مريعة وأنا بقولك لما لقيته ميس بيعمل هذا وبيحصل هذا مع الجيس لوهان وجدت بس مع الشيخ حازم لقيت الراجل بيفصر من القرآن الكريم لكن قبل وقعة ميسي حدث في عهد جمال عبد الناصر موقف مشابه جمال عبد الناصر الحاكم العسكري بن حرط اليهود استدعى أو دعى الفيلسوفي الفرنسي الوجودي اللي هو الماركسي في حقيقة الأمر جون بول سارتر واسمها سيمون دي بوفوار ودعاهم لزيارة مصر وزيارة الأهرامات والتعارف على التطور والنهضة ومش عارف إيه وكانوا يزوروا مصر وزوروا إسرائيل وبعد كده يكتبان عن هي مصر أفضل ولا إسرائيل أفضل ومن على حق المهم جمال عبد الناصر طبعا حصل استقباله واستقبلهم في بيته ومنزله ومش عارف إيه ونقشهم وسنة الموضوع النقاش ثم نظموا لهم زيارة لقرية كامشيش في الملوفية وده كان حكومة عسكر الصليف في ذلك الوقت قد صادرت ممتلكات عائلات مسلمة وبناء على طلب من الشعيين الشعيين كانوا متنفدين جدا هؤلاء الشعيين الملاحدة كانوا متنفدين جدا في الملوفية خاصة في كامشيش وحصلوا أهانوا الناس وقيل في هذا الكثير يعني في يقول الدكتور أنا ما أرجعي في الزيارة دي مصدرين الدكتور محمد أبو الغار وهو حالا رئيس حزب ومولي السيسي الحزب مصد اجتماع الدموقراطة سابقا وكان مشيك في الانقاب العسكري كان في ذلك الوقت في عام 1967 وقت زيارة جون بول سارتر وعشوقته اللي ماشي معه في الحرام كان طبيب فيه كامشيشو في الملوفية وبعد ذلك محمد حسنين هيك نستلد إليه أيضا في محضر الاجتماعي اللي أفرغه في كتابه قائل انفجار الدكتور محمد أبو الغار اللي هو طبيب بيقول إحنا فجينا طبعا لاحتفال وكانت السحب بتتكلم وإزاي أن جون بول سارتر جاي ماشي معه في الحرام وهي زوره مصر المسلمة والصحافة كانت تناقش هذا الأمر وما إلى ذلك والصحافة طبعا كان مسيطر عليها الشويعين الملاحدة وعملوا احتفال كبير طبعا لأن سارتر ده كان ماشي على اتجاه المهم محمد أبو الغار دكتور محمد أبو الغار يا طبيب هو فبيقول لك المهم نظامه زيارة لقرية كمشيش ورحت حكومة عسكر الصليب أخرجت التلاميذ والطالبات الصغيرات في المدارس ولبسوهم لبس مواحد ووقفوا يغنوا لجون بول سارتر وصديقته أو عاشقته اللي ماشي معها في الحرام تخيل إنه حكومة حكومة عسكر الصليب هادي تخرج أطفال المدارس كاين يقول لهم ده الراجل ده ماشي معلوه أليا دي في الحرام يلا غنوا لهم لكم أن تتخيلوا مدى الانحطاط الذي وصلت إليه مصر في عهد جمال عبد الناصر وماله هو النكسة جات منين وضيح السودان جي منين وضيح سوريا جي منين وضيح غزة جي منين والناس كانت جعانة وتقف طوابير أحادي جمال عبد الناصر كانوا يقفون طوابير على الجماعات عشان ياخدوا كل سكر ولا بكوا شاي دي العدال الاجتماعي بتاع جمال عبد الناصر ها شان بس اللي مش عارف يعرف فبالأمس كنت أسمع للشيخ حزم صلاح ابو اسماعيل وهو يروي إنه لم تكن هناك امرأة واحدة محجبة في القاهرة في عهد جمال عبد الناصر وأن أول فتاة ارتدت الحجاب في عهد جمال عبد الناصر في ذلك الوقت في القاهرة كان في المدرسة وذكر اسمها لكن لا يحضرني الآن كايت تذهب إلى المدرسة بالحجاب فكانت النظرة بعد انتهاء الطبور تروح تعلحها الحجاب وتضربها والنظرة تأخذ الحجاب وتضحه تحت قدميها ودوس على الحجاب بالجسمة ده في مصر بلد الأزر والسيسي ابن حارط اليهود سيفعله في الشعب المصري المسلم أكثر من هذا وسيقلق المساجد ويبنع الحجاب وفيه مذابح قادمة أكثر من المذابح التي حدثت في رمان المهم نرجع لموضوع جون بول سارتر وراح قابل جون بول سارتر جمال عبد الناصر والست سيمون واعترضوا على ان المصريين بيخلفوا كتير برضو من الأمور سبحان الله الأمور العجيبة انه جمال كان سكاننا في الوقت ده 30 مليون جمال عبد الناصر فجمال عبد الناصر فجمال عبد الناصر قاعد يتكلم ان احنا خلاص ما بخليش الشعب يخلف وبنعمل تنظيم أسرة وكذا في حين الرئيس المسلم أردوغان بقول الأتراك خلفه وكان برنامج الحكومة في الانتخابات اللي يخلف أكثر نديله أعنات وفلوس شوف الفرق بين الحكومات المسلمة والحكومات العميلة ورغم سكان سكانها 80 مليون التاني كان سكانها 30 مليون طب النهاردة احنا سكانها 90 مليون ورغم ذلك العشة في مواطن السياة لكنها أقل سوءا من عهد جمال عبد الناصر المهم فكان ده اعتراض جون بول سارتر وايضا جو الست بقى اللي ماشى وعافل وإزاي الإسلام يسمح بتعادل ضربع زوجاته ومش عارف ايه جمال عبد الناصر قاعد يبرر بس للظروف بس لكاته طبعا لو هو راجل مسلم حقيقي كان يقول لها في ايه عولية انت يعني ايه يعني ما راجل اتجاوز اربع طب ما انت جون بول سارتر اللي انت ماشى معاه ده ولا مؤخذة مش راضي اتجاوزك أصلا يعني لو هو بيحبك فعلا وبيعبرك كان تزوجك مش هو يا راجل يعني ماله ومالك وقايا وفي النظام الأوروبا هتتقسم السروة والكلام ده انما لو هو بقى بعبرك يعني ده النظام الأوروبا بتاعكم وانا راجل هو الأغذة ماشي واحدة عن المرة في الحرام ورافضوا ان تزوجها حتى لو ينفق عليه يعني بيقول لها انا مستقصر فيك الفلوس وزيك لما دهبتوا الى لندن في المسجد المصر اللي كانت دول الأزهر قبل العصر وبعد العصر قيت ستاة عدين يعطانيكوا الاسلام فبسأل الشيخ يا عم ايه ده قال لي لانهما عاوزين تجاوزوا مسلمين المرأة الانجليزية تبحث عن زوجة مسلم لان الزوج الانجليزي لا ينفق عليها وبيعاملها ويعرف ميت واحدة من وراف الحرام قال لي يقول لك لا للتعدد وتلاقي المشايخ قاعدين كأنه سب في الاسلام مسألة تعدد الزوجات في حين القانون الامريكي بيقول لك الرجل من حقه تجاوز واحدة ويمشي مع ميت واحدة تانية مش يعرف اربعة المهم والقانون الاوروبي والصيني والهندي كله كده بيقول لك الرجل من حقه يعني يعرف من النساء يعني يقيم علاقات محرمه والعادة بالله مع النساء والفاعش ماشى وزوجته اضرب دماغها في الحيط تجزوك تقول له تا كنت فين ولا كنت باخونك مع عفلان تا كنت فين كنت باخونك مع عفلان كل يوم كده بيكونها مع واحد دي القانون بتاعته ادي قانون جل المهم نرجع لموضوعنا موضوع ميسي كمان اعلم دفعوا لهم اقرب من 30 زيارة كلها يكلم في 30 مليون جنيه بينما الاطفال المرضى في السرطان واللي عندهم فيروسي والفشل الكلوي والمسلمات في مصر النساء المسلمات في مصر وامهاتنا يجلسنا في الطرق ليشحتنا ويسألنا الحاجة فتروح حكومة عسكر الصليب تدفع كل هذه الاموال وتخلوه الطرقات ومشعرف ايه وكذا هنا عكس ذلك في تركيا لما الانديسي لوهان جات لقفلوها طريق ولا عملولها مش عارف في النامج ايه ولا دفعولها فلوس ورحت المخيمات وارتدت الحجاب ثم قابلت الرئيس المسلم اردوغان وبالهي مش عارف قدته القلادة العالم اكبر من خمسة ودائما هزيم قولها يقولها اردوغان على الدول اللي تملك حق الفيتو النقد في مدلس الام بالبقى الغريب طبعا ميسي بعد قاد كل الفلوس ده وكل هزي الحفاو فضلوا الاهرامات ومش عارف ايه في الاخر شوف بيحتقرهم قول يا ابن اي لاف ايجيبت اي لاف ايجيبت تلك كلمات قالوا نو طب ليين ديسي اليوهان بقى لقد قال لها اي لاف تركيا ولا اي لاف اردوغان اي حاجة فلما غادرت تركيا على متن الطائرة ده هي قالت الكلام ده في حوار في التلفزيوني في التلفزيوني البريطاني برامج اسمه صرح الخير يا بريطاني غادرت وهي ترتدي الحجاب اعتقدتها هي مسافرة لندن لابسة الحجاب وما حدش قال لها البيس الحجابة لحاجة فلما وصلت الى مطار لندن تقريبا مطار هيسرو الموظفة البريطانية اتلاها خلاع الحجاب فكرها مسلمة بقى فما اتلاها انا مش مسلمة دي جواز السفر لو انت كنت محجابة ليه طب معنطيش ولقاتها مسيحية ومش مسلمة وامريكية قلت لها انا اسف انا اسف ان هذه دولة الحرية بتعب بريطان فطبعا فهي حتى الانديسي بتقول لك انا خصوة ديمت ده انا مجرد ان امشيت في الشارع شايلة القرآن في امريكا شتموني في الشارع والنهار ده في استيسف مصر بمشي حد بشتموه ما هو ده الفرق بين الاسلام دين الرحمة وبين اللي عادين يمصوا في دماء الناس ويقتلوهم وكذا مهم وبعدين الانديسي بقى حدفت كل صورها على الانستجرام مش هو يقول لك اصليميسي نشر له صورة هو في مصر ده الانديسي حدفت كل صورها من على الانستجرام ونشر صورها مع اردوغان فقط وبعدين الست طبعا في كل البرامج اشهد بالاسلام وبالمسلمين ونضع الله سبحانه وتعالى ان يهديها الاسلام يعني وهي تقرأ القرآن حاليا وبذنها ان شاء الله عندي يقين يا بذنها ان شاء الله هتعتنق الاسلام اللهم امين ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعجل بهدايتها ما السبب بقى في ميسي وكذا لان هذا الامر يا جماعة خاص بالثورة التي نحن فيها وحكمه وبسياس الناس وهذا الامر حدث سمعه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وهو يتحدث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ان الرسول غني وما الى ذلك فقال ابقى في القرآن الكريم ان دائما عندما تدعو احدا لابد ان تؤكد له انك لا تريد منه اجرا ولا مالا فلذلك كل الرسل وشيخ حازم استعرض الايات لما دعوا قومهم للاسلام ان كل الرسل جاءوا بالاسلام دا موضوع اخر كانوا دائما يتحدثون عنه لا نريد منكم اجرا ولا اسألكم مالا يعني حتى انت في صورة صورة ياسين وجاء من اقصى المدينة رجل نركز في الاية لانه المعنى خطير وانا بقولك لو احنا كطيار اسلامي ولا كقيادات اسلامية ولا ناس فعلا كذا وده اللي يفسر لك لماذا حازم لما تسمع السيرة النبوية من حازم صلاح ابو اسماعيل تدرك كيف فهم حازم كل ما حدث وما سيحدث وسدرك ان احنا فاهم شميل حاجة ولو فهمنا الاسلام فعلا نعرف كيف نسوس العالم ولو فهمنا القرآن أنا والله كأني اول مرة اسمع الايات من القرآن وكأن والله اول مرة اسمع الايات اول مرة اسمع الفتحة اول مرة اسمع صورة المدقاء كأن اول مرة حاجة غريبة يعني فالقاء بتقول ايه وجاء من اقصى المدينة رجل يسع قال الرجل اللي جي مشي قال ايه يا قوم اتبعوا المرسلين دي الرسالة بتاعته اتبعوا اتبعوا ايه المرسلين لماذا مفروض يقول للناس دي بتدعو للحق الناس دي بتدعو للخير الناس دي بتحبكوا الناس دي كده لا شوف الترتيب المنطقي لما اقولك صبر اعمل كذا اقولك ليه او ما اقولك اعمل كذا تقول ليه لماذا لماذا ليه عمل كده ليه فاتبعوا ايه المرسلين لماذا لا الآية التانية الكران مجابش كده اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا يعني دي جملة اعتراضية مش داخلة في السياق نفسه يفروض تبعوا المرسلين لأنهم بعملوا كذا 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 إنما قدم على طول في الرسل وهنيجي الميسي ما هو ميسي التانين ميسي أصلا جايبينه عشان عاوزين منه وبيتدلوا فلوس مقامل كذا الشيخ حزم استعرض العديد من الآيات الكران خاصة بالرسل ونحن من بعض الرسل مخاطبون بهذه الآيات كل رسول أو نبي يأتيه فمثلا بتقول ايه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله آية تانية وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إلا على رب العالمين ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فترني أفلا تعقلون يعني جابي أنه قل مسألة العاقي فأنت هتجد أن الآيات الكرآنية الخاصة بالأنبياء بتؤكد على هذه المسألة الشيخ حزم حتى كان يقولك أول من رسول يبدأ في يدعو يؤكد على طول لا أريد منكم مالا حتى لو لما الكفار في مكة جمعوا اجتماعوا أروا الله إن كان يريده مالا أعطيناه وإن كان يريده مش عارف طبا طبضناه وإن كان يريده ملكا ملكناه تشوفوا التفكير والرسول صلى الله عليه وسلم أصلا بني هاشم كانوا أغنياء وزوجته السيدة خديجة كانت غنية وأبا بكر الصديق كان من الأسرياء وعبد الرحمان بن عفاق أولو ناس أسلامي من الأسرياء وعثمان بن عفاق كان من الأسرياء ناس أغنية يعني ورغم زيك ألوم لو أنت عاوز فلوس طب مصحابه عندهم فلوس أصلا وزوجته وعيلته ورغم ذلك الكفار مكة له كذا فالذي يحدث هنا أن من تدعوه إذا وجدك أنك أو ظن أنك وجدك أنك تريد منه مالا يحتقرك فميسي لأنه عارف أن أنت جايبه ودفع له فلوسه ومس جزمته عشان أصلاحنا يا ميسي هتعمل لنا سياحة هتجيب لنا فلوس كانت النتيجة إيه أنه ميسي احتقر مصر مش قال له قوله I love CC قال له I love Egypt أنا أحب البلد قال له No لأنه عارف أنهم يريدون أجرا من وراء ذلك فاحتقره ففشلوا في دعوتهم بينما لما تيجي أنت في حالة أردوغان لأن دي سيلوهان وهي أبيت قابله عارفة أن تركيا مش عاوزة منها حاجة وأن تركيا بلد غنية يعني لا يوجد سؤال الأجر لذلك الست منها النفسة يعني راح أتقابله وعارفة أنها مش محتاج منها حاجة والبلد غنية والحكومة غنية يعني وتساعد الحقراء فلذلك الشيخ حازم صراحة في إسماعيل يقول لنا جميعا أنه في مجال الدعوة في مجال الدعوة يجب ألا نطلب أجرا من من ندعوه يعني أنا شيخ وأدعو الناس للإسلام وأصلا يعني هاء الشيخ أو كذا أو كذا أو الداعية أو سين صبر أو محمد أنا في الآخر لا بد تعيش يعني الشيخ ده هيكل من إين يعني لا بد يأخذ فلوس فهيقول لك عندما تذهب لدعوة الناس يعني حتى أنا بفصلها في دماغي أن أنا كمسلم أنا شغال في الدعوة شغال في الصورة شغال في الوعي يكون عملي أو أبحث عن عملي لا علاقة له بهؤلاء الناس الذين أدعوها لأنه لو وهذا أدى إلى فشل الثورة في مصر خلي بالكم الثورة وحكم العسكر نجح بسبب ذلك في هذه الجزئية كيف هك هنا حصل في قنوات دعم الشرعية الموين عملوا إيه أصبح ما هي دي أصلا قنوات دعوة في الأساس حالا بقت قناة إفساد وتبص سمو يعني أنا لقيت بالأمس أو يعني من نيمتي وفاقي وين إعلامي محمد ناصر بيتكلم عن أحمد الطيب هذا الكاهن الصليبي ويقول لك عاوز أبوسك وحضونك ومش عارف إيه ويسقف له على الشاشة وأحمد الصليبي هذا الذي شارك في الانقلاب وفي ربعة مسبحة ربعة ولم ينتق بكلم قال لك دي فتنة قتل المسلمين فتنة واختصاب المسلمات من طالبات الأزهر وغير طالبات الأزهر اللي مسلم في السنغال راح طرد الكهان بتوعه الأزهر اللي بات الأزهر المسلمات تقتصبوا مفتحتوا شبكوا بكلمة وعلماء المسلمين في مصر يقتلونه ويتباحون وواق 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 وحمد الطيب مفتاش فيه محمد ناصر قفله على الشاشة ليه لأن الجهات الممقولة لهذه القنوات أصبحت هذه القنوات أسيرة مهانة شغال في الدعوة دي عاوز أجر لأن أنا كإعلاميين وطأم عاملين لابد نعيش فلابد نعيش نعمل إيه ناخد فلوس من الجهة فلو الجهة دي بقى جهة مسلمة مخلصة خلاص مهانة فبالتالي ولي زيك حسن البنة الله يرحمه كان يقول لك عضو الإخوان مخلوض أن يشتغل بالتجارة أو الصناعة بعيدا عن ضفة الحكومة عشان الحكومة تبقاش مسكاها ولذلك طبعا اللي حصل في المنظومة ده كله خلص زي قناة من أول قناة دعمة للشعب المصري المسلم إيه لقنوات أصبحت تبص سموم في عقول المسلمين وتروجل سايكس بيكو وتدفع عن الخوانة في تاريخ مصر وتشتن في المسلمين نفسهم وهكذا شوف تحوالت ليه؟ بسبب التمويل لأن هذه القناة تركت هكذا للنهبة اللي معدي في السك الخطأ أن هذه القناة تركت نهبة المسلمين اللي معاهم فلوس ما دفعوش له مفروض اللي من صبر معه فلوس محمدين معه فلوس حسنين معه فلوس مفروض كان يدفع لهذه القناة أموال عشان تبقى دعوتهم ليست بمقابل إنما لما تركت هذه القنوات بلا يعني المفروض أن هم يدفعوا لها فلوس ما دفعوش فتركت بال ناس بتعمل لجهات أخرى من المصالح المسلمين تدفع لها أموال فأنا أرجو مشاهدين أن تكون الصورة واضحة في حالة الفشل في الدعوة لماذا؟ بالتطبيق على ميسي وأردوغان وقناة الدعوة وما حدث معي أنا شخصيا أرجو مشاهدين أن تكون الصورة واضحة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات فتابعوها